صباح الخير يا ميس نادية صباح الخير يا استاذ عبدالعزيز تفضل شكرا يعني متهقلي بقى بلاش استاذ عبدالعزيز ده يعني خلاص احنا هنبقى اهلي يا ريت تقولي لي يا زيزو ماشي يا زيزو انا ما عطع لحضراتي كل حاجة لا ابدا خالص انت لو كنتش كلمتني كنت انا حكلمك عشان عايزة قبلك بجد يعني كأنك بتقري افكاري يا ريت حضراتي كمان بقى تقري افكاري وتوفري علي عناء الموضوع اللي انا جايلك فيه حقيقة انا عارفة انت جاي تكلمني فيه ايه ده بجد عارفة برص بقى انا مقدرش اجامل حد وخصونا لو الحد ده يكون مرات ابن الراجل انا حتجوزه مرات ابن الراجل اللي انت هتتجوزيه قصدي جميلة هاي بالزبط كده جميلة غلطت ومن وجهه منصيبي ان انا ما يزب حسابها على الغلط ده انا مش فهم حاجة يعني جميلة ايه علاقتها بالموضوع هو انتو بجرقوش جوابات على البيت صباح لخير يا مادام جميلة صباح لخير البستاجي بعت الحاجات ديت ومرجدش حد يطلق حنبارح فطلعتها انا النهاردة بنفسي شكرا يا ربيع في زوجتي من المدرسة ولا لا؟ يلا بقى صانع اتخبت المعلمين الادارة التعليمية مصلحة الدرايب العامة مجلس الادارة المدرسة كل دول افتقاروني مرة واحدة يا نهار اسود ومنير ايه؟ يعني انا هرجع على البيت دلوقتي الاقي البوكس واخي الجميلة وطلع بيها على الاسم ايه ده بس يا زيزو الناس بتتفرج علينا ما اسميه زيزو اسم الاستاذ عبدالعزيز والصراحة اللي انت عملتيه معها جميلة ده حاجة مبالغ فيها جدا انا قلت انت اللي هتبقى عائل وحتمهد الموضوع لبباك انت طالبة مني ان انا حط نفسي مكانك ما تحط نفسك انت مكاني اما ارجع لاقي جميلة محبوسة مفروض اقولك ايه؟ اقولك ألف شكر برافو عليكي الموضوع ما فيهوش حبس ولا حاجة اقصى حاجة فيها غرامة وحشان اثبتك ان اللي يمكن نقزي جميلة انا كلمت محامي كبيرة عرفه من زمان قالي هتطلع من فضول ده بسهولة ده حضرتك اسمه انفصان في الشخصية حضرتك بتبلغ عليها من ناحية ومن ناحية تانية بتقوملها محامي اللي بلغت عنها الاستاذة نادية مديرة المدرسة واللي جبت لها المحامي نادية اللي حتبقى حمدها مش خلي نادية منهم بقى تروح لبابا تشرح له الموضوع بنفسها سلام يا نادية فيهم